في تجربة تطوعية ناجحة وفي ظل الظروف الإنسانية التي يعيشها الكثير من اليمنيين استطاعت مجموعة من الشباب اليمنيين على فيسبوك من مختلف المحافظات من إنجاز مشاريع خيرية تحت شعار قليل من العطاء كثير من الإنسانية رحلة العطاء عندما تقرر البداية من قلوب مخلصة فإنها لا تنتهي وهذا جميل لكن الأجمل في قصة هؤلاء أنهم لا يعرفون بعضهم البعض بل استفادوا من الفيسبوك في تكوين مجموعة تعز العزة لتنفيذ الحملات الخيرية في بداية انطلاق المشروع بدأنا بألف ريال وصلنا إلى مبلغ مليون وخمسمائة ألف كان الهدف مئة سلة رمضانية وصلنا إلى مئة وعشرين سلة رمضانية استهدفنا فيها مدينة صنعاء، مدينة الحديدة، مدينة عدن، ومدينة تعز كان كل ما زادت الرقم، كل ما زادت عندنا روحة النشاط أو الحماسية أغلب التبرعات لم تكن كثيرة هي كلها من أعضاء الجروب دروب الخير لا تنقطع متجاوزة أحلك الظروف في ظل أوضاع الحرب الراهنة ونصا كثر يحتاجون للمساعدة ماديا ومعنويا بدأنا في سقية تعز بطانية الشتاء أيضا في توزيع الروتي أو الخبز للأسر المتعفيفة في داخل مدينة تعز سعينا هذا العام أن نكون أكثر لما تعطيهم مدينة تعز أن هذه دائما تعطي الخير لمن حولها أنشأ أو أطلقنا مشروع على السلة الرمضانية تحت شعار قليل من العطاء كثير من الإنسانية تبرعا بسيط قد يشبه أفواه جائعة تدعو لك في ظهر الغيبة كان شعار المجموعة التي تعرفت على بعضها في الفيسبوك واستثمرت قدراتها من المتبرعين الخيرين من داخل البلاد وخارجها هي بالأخير قهد بذلوه طاقم المشروع الخيري أخص بالذكر الأخ معادة الناصر مدير المشروع الأخت الرجاء المخلافي المسؤولة العلامية الأخ نقيب القدسي نائب المدير المالي أفواهن بالإضافة إلى لقنة العلاقات الأخت جودي أباوت نوهل عريقي أياد الطيار وليد ردمان مرام اليافعين كل هذه أيضا أوقف شكر للأخوة أعضاء القروب التي فعلا تعاونوا معنا وقدروا أن نوصل إلى الرقم هذا وقدرنا أيضا نسعى إلى إسعاد هذه الأسعار أيضا أوقف شكر للأخوة فريق التوزيع التي فعلا بدلوا وجهد كبير في المحافظات في محافظة عدن الأخ سماعي البلاح والأخت حنان السالمي في عدن مرام اليافعي في صنعاء أيضا في تعزز عبد الحميد الناصر في صنعاء الأخوة مهى ونهى ومحمد المخلافي بالإضافة إلى أخ قائد العريقي في فريق أيضا الأخت الدكتورة غاية عتيق الدبعي مرارة الحرمان لأسر متعففة لا يعلم بحالها سوى الله تجسدت بفرحة جميلة لمن يساعدهم بعيدا عن أعين الناس هي فكرة فعلا على موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي موقع افتراضي ولكن أنت تخلق من العالم الافتراضي إلى عالم واقعي أو أن يكون لك بصمة خير سواء أنهم عاديين ويتحولوا إلى عضاء فاعلين في المكتبع يعني لو كل مجموعة أنا أقول أنها تبنت المشروع هذا أو مشاريع مشابهة أنا أقول أنها بنحقق رسالة وأنه فعلا الفيسبوك نحوله من عالم افتراضي إلى عالم واقعي هي الحرب التي لا ترحم أحدا وهو الجوع الذي يكاد أن يفتك بمعظم هؤلاء مجموعة تعز العز ستظل نابضة بالحب والخير وقليل لدينا كثير عند غيرنا فشكرا لكم بحجم قلوب محبيكم